سكينا الصديقي نقاش 21 شكرا جزيلا لك هذا التقديم عن سؤالي عندي زوجي الأسئلة مرتبطة أساسا بالمسألة للتعاقد بزفد الأحزاب السياسية الآن يحاولون توجيه الخطاب لهذه الفئة وهي الأساتذة كي يقول أنه وافقت بغاية استمالة الأسئلة ولكن واقعيا شنو ممكن ديروسي نزال باركا فعلا في مسألة للتعاقد خصوصا أنه سمعنا عند مسؤولين بأن هذا خيار استراتيجي ديال الدولة وكي يتكلم على أنه خيار يمكن تتبيقه وتنزيله في قطاعات أخرى فشنو بالضبط غير حزب الاستقلال فهذا الموضوع سؤالي التالي بتنفيذ البرنامج الانتخابي أعتقد أنه منذ الاستقلال عرفنا مجموعة كانت هناك مجموعة للحكومات لكانت دائما تستطر هذا ما يمكننا تقدمه في ظل تحالف حكومي لا نستطيع أن نكون الوحيدين الذين يشتغلون فيه هذا التصور شكرا جزيلا لكم دزول التعليم بالنسبة لقضية التعليم لنا الموقف كان واضح وأكدناه عدة مرات أولا شخصيا كنت وزير الاقتصاد المالية في الحكومة الأستاذ بلإله بن كيران وتعرض علي التعاقد بالنسبة للتعليم ورفض إن أعتبرت أن أسرة التعليم يجب أن نحافظ على الوحيدة وأننا ندير الشرخ داخل الأسرة التعليم ونضمن الاستقرار في الإطار بعد ذلك عندما أضعوا القانون لإطار التعليم كان فيه بند خاص بوضع التعاقد في إطار القانون الإطار وزولناه وقدرنا تعديل ودافعناه لكي لا يكون وزال بحال كان يقص المجانية ودافعنا لكي لا يقص المجانية وزال هذا بفضل الاستقلال والفريق النيابي وهناك مجود كبير في هذا الإطار ثالثا استقبلت المتعاقد واستقبلت اللجنة القانونية التي لديها مستوى عالي ورأت المجود كبير لإدارة الدولة لكي نكون واضحة الحكومة لكي نحسن التعاقد الأول كان خطر كبير وقدر تحسنت أطول الأكاديميات وقدروا صندوق المغربي التقاعد التي تستفيد منه لكن لماذا يقول هذا لم يقال المتعاقد ونقل لهم من الأجر لأن كانوا في إخسائها كانوا يتخلص ثلوت والدولات تتخلص ثلوتين وماذا يتخلص الصندوق المغربي للتقاعد يتخلص 50% والدولات 50% سيكون تقليص من الأجر لهم لأن لا يقولون الحقيقة للمغرب ونقل الحقيقة ونقل اليوم إلى الدرجة كله تكاليف نفسها الصندوق المغربي التقاعد ونقل المتعاقد لديهم الصندوق المغربي التقاعد الذين يعملون في جماعات المحلية ومؤسسات العمومية كلهم يتبعون الإخسائها ومن يتعطي كل هذه الحقوق يخص الإدماجهم في الوظيفة العمومية ونشاء الله يأخذون رئاسات الحكومة ونأكد لديهم بكيفية تدريجية أن المناصب لا يوجد الإمكانية لنضمن أن يكون لديهم نفس الحقوق على الموضف الآخرين التي في التاليم وبين قوسين على الأسف في الشرطة الحكومة في هذه المنطقة تزول التاليم الوظيفة العمومية أي كلهم يكون متعاقدين لأن وصلنا المئة ألف ونقل مئتين في أسف فوق ألف وستوى سيبقى فقط ثلاث سيكون موضفين ونحن نريد أن التاليم في مجال الوظيفة العمومية احترام أخت الطرحات احترام السمية والبرنامج يمكن أن أكد لكم الحكومة الأستدى بس الفاسي يحتاج استقلال قاد الحكومة 85% الإتزامة التي أعطينا في البرنامج الانتخابي ستحقيقه على أرض الواقع ولماذا؟ لأن وضعنا في البرنامج الحكومي مع البرامج الأخرى الأغلبية ونعملنا كفريق موحد لم نحن في منطق الصراع بين المكونات الحكومية لنحن كفريق لم نحن لنعمل البلاد لم نحن منطق لنجح الانتخابات المقبلة المهم هو أن نعمل البلاد سأرى ماهو يجب هو الإصلاحة الكبرى البلاد ولكن كل شي يقول أن على الأقل يعمل البلاد ونحن حكومة أخرى وقعتنا وما بعد ولكن على الأقل يعمل بلاد هذا هو المنطق الذي يعمل فيه وبالتالي كيف يمكن أن هذه الأمور التي تنقل ويتحقق قوة كبيرة في الحكومة المقبلة وبالتالي تقسم المواطنين الصوت أعليم